حمد بن سلمة إمام نائمة أتباع التابعي يقسم يقول والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي والله لاخترت أن يحاسبني الله فالله أرحم بي من أمي وأبي والله الذي لا إله إن الله أرحم بنا من أمهات وأبائنا كيف الله جل وعلا يقول إن الله خلق مئة رحمة أنذل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق صور كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والأسماك كل شيء قالوا وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة رحمة واحدة وبها رحمة أمك بك رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم وأبقى الله تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة من تريد أن يرحمك؟ أمك أبو الله سبحانه وتعالى من تريد أن يحاسبك؟ ولذا قال إن رحمتي سبقت غضبي رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى ونرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكن المطلوب فاستغفروني لكن نستغفروا بانكساب فاستغفروني أغفر لكم صفحة طويت عمر بن العرس أسلم في السنة السابعة من الهجرة يعني بعد عشرين سنة من البعثة أسلم هو خالد وليد واثمان بن طلحة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر مد النبي يده لبايعه عن إسلام فقبض عمر يده فالتفت إليه من مبتسم قال ما لك يا عمر لماذا أنت متردد؟ قال أشترط عندي شرط فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشتريط ماذا؟ تشتريط ماذا؟ قال أشتريط أن يغفر لي ما قد سنف كان عدوا لله ورسوله وهو الذي ذهب إلى النجاش يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحوه قال أشتريط أن يغفر لي ما قد سنف فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ألا تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب تلغي تذهب إن الحسنات يذهبنا السيئات مد يدك ربايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر أسلم الناس وآمن عمر